السلام عليكم متابعين الكرام متابعي قناة الوجه المشرق تعودنا على اشكال المباني التقليدية وحتى عندما نرى مبنى غريب فتكون غرابته في التزين الذي يتم فوقه او كونه رفيعا او سميكا ولكن بعض المباني تعمد مصممها على ان تكون غريبة حقا ومثيرة للانتباه واليوم نقدم لك عددا من اغرب المنازل التي تم بناؤها في العالم ولكن قبل ان نبدأ نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات لتعرف كل ما هو جديد منزل جزيرة ايسلاندا نتواجد الان بين طبيعة ايسلاندا الخلابة ارض الماضي العريق والتقص البارد ومياه المحيط اللامعة والمذهلة تماما كما هو الحال بتلك الجزيرة المنعزلة والهادئة ربما ليست الانسب لأي شخص نظرا لكونها بعيدة كل البعد عن الحضر والمدن يذكر ان تلك الجزيرة كان يسكنها خمس عائلات فقط منذ بضعة سنوات وكانوا يعملون جميعا في تربية المواشي لكنهم تركوا الجزيرة عائلة تلو الاخرى وتركوا وراءهم هذا المنزل ذو الجدران القوية والابواب الضخمة ربما تتساءل الان ما اذا كان يحتوي بداخله على وسائل راحة ام لا في الواقع هو بالفعل كذلك حيث لا يحتوي على طاقة كهربائية ولا ضوء ولهذا قد يراه الكثير منا مكانا مخيف تم بناء هذا المنزل فوق صخرة متواجدة في منتصف النهر بالقرب من مدينة فيه نفعستا سربية وقد انتشرت صور هذا المنزل على مواقع الانترنت كالنار في الهاشيم بعد ان قام اريني بيكور احد المصورين الهنغاريين بالتقاط صورة لهذا المنزل خلال العام الماضي وتم نشر تلك الصورة بواسطة ناشونال ديوغرافيك باعتبارها افضل صورة لشهر اغسطس خلال هذا العام ومنذ تلك اللحظة اصبح منزل نهر درينا الهادئ والغامض نقطة جذبي واهتمام الملايين من الاشخاص واصبحوا يطلقون عليه احدى عجائب صيربيا السبع اشتهر هذا المنزل الغريب بلقب القلعة الصخرية ويعتبر نصب تذكارية معمارية لا مثل له يتواجد هذا المبنى العجيب باحدى قرى شمال البرتغال وقد اطلق عليه لقب منزل الصخرة لانه بني من خلال اربع صخرات عملاقة قد تم استخدامهم كجدران وسقف للمنزل تم البدو في انشائه عام 1972 ميلاديا واستغرقت عملية بناءه حوالي عامين اي في العام 1974 ويقع هذا المنزل بالقرب من احدى حقول طاقة الرياح لكن على الرغم من ذلك لا يوجد بهذا المنزل طاقة كهربائية ونظر لتصميمه الفريد من نوعه وتواجده بين الطبيعة الخلابة اصبح مركز اهتمام العديد من السياح الذين يزداد اعدادهم في كل مرة منزل الجزيرة تمتلك الولايات المتحدة حوالي الفين جزيرة من بينهم تلك الجزيرة الصغيرة التي يطلقون عليها اسم هابي ايلاند وقد تم بيع تلك الجزيرة خلال فترة الخمسينيات لاحدى العائلات الثرية التي كانت تبحث عن مكان هادئ لقضاء العطلات به فقاموا ببناء منزلهم على تلك البقعة الارضية الصغيرة وقد قاموا بوضع جدران المنزل حتى اطراف الجزيرة بالاضافة الى مقعدين امام المنزل وشجرة كبيرة في بادي الامر كانت تعتقد تلك العائلة ان منزلهم هذا سيكون بعيدا عن صخب المدينة لكن سرعان ما جذب هذا المنزل انظار السياح الذين قضوا على عزلة المنزل وهدوء المنزل الجبلي اما هذا المنزل فقد يبدو بسيطا في تصميمه لكن المنظر الطبيعي الذي يمنحه لجميع زواره لا يقدر بثمنة حيث يقع هذا المنزل على قمة جبل كانتون فاليز الواقع بجنوب غربي سويسرا والتي تعتبر من اعلى القمم الجبلية في المنطقة حيث يتواجد المنزل على ارتفاع 4000 متر فوق مستوى سطح الارض ويسع هذا المنزل الخشبي لعشر اشخاص تقريبا كما انه ليس منزلا حديثا بل تم بنائه عام 1915 وقد استغرقوا في بنائه حوالي خمسة ايام وعادة ما يتم صيانته وترميمه كي يظل امنا منزل برج الساعة اذا كنت من هؤلاء المهوسين بالانضباط ومعرفة الوقت باستمرار فان هذا المبنى هو الانسب لك اذا يتواجد هذا البرج باحد الشوارع الرئيسية بمنطقة بروكليند نيويورك وهو عبارة عن برج ساعة اشتهرت به تلك المدينة وقد تحول الطابق العلوي به الى شقة مذيلة وحديقة مكونة من ثلاثة طوابق يقع هذا المبنى بحي دومبو احد اشهر الاحياء السكنية بنيويورك الجذير بالذكر انه يشكل جزءا من مصنع كارتون يبلغ مساحة هذا المبنى 813 مترا مربعا مما يسمح لمن يدخل اليه ان يرى منظرا بانوراميا بثلاثمائة وستين درجة للمدينة باكملها منزل كوفمان يعرف هذا المنزل باسم منزل الشلالاتة وهو عبارة عن ببنى سكنية تم تصميمه من قبل المهندس الماماري الامريكي فرانك لويد وبني في الفترة بين عام 1936 الى 1939 فوق احدى شلالات نهر بيران المتواجدة بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة وبالنسبة للمكان الذي تم بناء المنزل به فيحتوي على العديد من النتوء التي تم استغلالها كاساس للمنزل ويوجد بتلك المنطقة ايضا منحضر طفيف فضلا عن احاطة المنزل بغابة من الاشجار المزهرة ذات الاغصان المتساقطة ويوجد طريق واحد فقط بين تلك الاشجار للوصول الى المنزل يبدو فعلا مكانا غريب لكنه بلا شك منزل مذهل للغاية اشتركوا في القناة